السلام عليكم أعزائي طلبة الصف الثالث متوسط أهلا وسلم بكم في درس جديد آخر لسن للوحدة الثانية عنوانها ما هي هوايتك ما هي بعض أكثر الهوايات شعبية read the magazine article اقرأ مقالة المجلة and find out واكتشف فلو نجي للمقالة الارتكل يقول هل لديك هواية ما هي الهواية جنرالي بصورة عامة هي شيء تعمله في وقت فراغك للمتعة والاسترخاء rather than فضلا عن ذلك something you do شيء تؤديه to earn money لتكسب أو لتربح نقود though sometimes a hobby رغم أن الهواية can turn into a job ممكن أن تتحول إلى وظيفة hobbies can include الهوايات ممكن أن تتضمن أو تتضمن collecting things جمع الأشياء doing something creative or artistic عمل شيء creative مبدع or artistic فني playing sports لعب الرياضة and other games وألعاب أخرى or of course أو طبعا simply watching TV ببساطة مشاهدة التلفاز by continually participating بواسطة المشاركة المستمرة in a particular hobby في هواية محددة أو معينة one can acquire substantial skill الشخص ممكن أن يكتسب مهارة جوهرية and knowledge ومعرفة in that area في ذلك أو في هذا المجال if you live near the river إذا كنت تعيش قرب النهار you may enjoy swimming ربما تستمتع بالسباحة or fishing أو صيد الأسماك on a sweltering hot day في يوم حار خانق there is nothing more refreshing لا يوجد هنالك شيء أكثر انعاش than jumping into the cool water من القفز في المياه الباردة and it's fun to race your friends ومن المتعة أو المرح أو التسلية أن تسابق أصدقائك to the other side إلى الجانب الآخر with enough practice بتمرين كافي you may even got أنت ربما تصبح fast enough سريع بما يكفي to train to enter لتتمرن لدخول competitions المنافسات and one day ويوم ما compete in the Asian Games تتنافس في الألعاب الآسيوية or the Olympics أو الألعاب الأولمبية like مهند أحمد ديا العزاوي did in 2012 كمحمد أحمد ديا العزاوي التي أداها بالألفين واثناش if swimming sounds like too much hard work إذا كانت السباحة تعتبر عمل شاق جدا fishing may be more your kind of hobby صيد الأسماك من المحتمل أن يكون نوع هوايتك traditionally تقليديا fishing is something fathers often enjoyed teaching their sons صيد الأسماك هو شيء الآباء غالبا يستمتعون بتعليمه إلى أبنائهم many people find there is nothing العديد من الناس يجدوا أن لا شيء more relaxing أكثر استرخاء أو متعة than sitting next to a beautiful lake من الجلوس بالقرب من بحيرة جميلة or river أو نهر watching nature مشاهدة الطبيعة and feeling part of it والشعور بأنك جزء منها if you are really lucky إذا كنت محظوظ حقا you may even catch أنت ربما حتى تمسك something to take home شيء لتأخذه إلى المنزل four dinar للعشاء being creative أن تكون خلاقا and making things وتصنع الأشياء can also be extremely enjoyable من الممكن أيضا أن يكون ممتع للغاية jewelry making صياغة المجوهرات is a hobby هي هواية which goes back many hundreds of years والتي تعود إلى عدة مئات من السنين you can make beautiful necklaces يمكنك صنع قلائد جميلة bracelets أساور and earrings حلقات يعني تراجي أو ترشية using many different materials استخدام العديد من مختلف المواد including silver تتضمن الفضة glass beads خرز الزجاج and even shells وحتى الأصداف they make wonderful gifts هم يصنعون هدايا رائعة for your family لعائلتك and friends to وأصدقاؤك أيضا another ancient craft مهنة قديمة أخرى still popular in many homes لا تزال شائعة في العديد من المنازل is blanket weaving هي حياكة الأغطية أو البطانيات blanket بطانية many communities العديد من المجتمعات share a loom تشترك بالمنوال اللي هو الأداء اللي يحوكون بيها and you can create beautiful patterns ويمكنك خلق أشياء أو أشكال جميلة using wool باستخدام الصوف فلت اللباد اللي هو شيء مصنوع من الصوف silk الحرير and mohair أيضا وقماش يصنع من وبرل الماعز the patterns on the blankets الأشكال الموجودة على الأغطية أو البطانيات can vary ممكن أن تتنوع from region to region من منطقة إلى منطقة أخرى and popular colors والألوان الشاععة are bright reds الأحمر البراق orange البرتقالي browns البني yellows الأصفر and blues الأزرق you need a lot of patience تحتاج إلى الكثير من الصبر for this hobby لهذه الهواية as it takes a long time حيث أنها تأخذ وقت طويل to make one blanket لصناعة غطاء أو بطانية واحدة but it is something for your family لكنه شيء لعائلتك to a treasure for generation ككنز للأجيال بالأحمر هنا قال you find any new word جد أي كلمة جديدة you do not know the meaning of أنت لا تعرف معناها and look them up in a dictionary وابحث عنها أو انظر لها في القاموس هسأخنا ننتقل للنشاط أدي هذا التمرين مهم صفحة 32 بالنشاط أيضا راح أحللكم هذا التمرين جدا مهم أما هذا التمرين بصفحة 33 فقال write these in the past simple يقول اكتب هاي الكلمات بزمن past simple الماضي البسيط فهنا عندي العمود الأول هاي أفعال قياسية وإحنا قلنا الأفعال القياسية فقط أضيفلها ed هذا ماضي بسيط فكل الأفعال الموجودين بالعمود الأول أنه فقط أضيفلهم ed مثلا لو نجري الأول want يصير wanted is الماضي ما التواز say صير said arrive arrived laugh laughed land landed أما القسم الآخر من الجدول فهذا شاذ يعني شكل الفعل يتغير مثلا send يرسل صارت sent d تحولت إلى t lose يخسر lost fly flow set تبقى نفسها set get صير got put نفسها أيضا تبقى put فالقسم الأول أفعال قياسية فقط أضيفلها ed والقسم الثاني هذا شاذ لازم نحفظه كما موجود مع تشفال افعالي تشفال آفالي مع OFFICER